يمكن أجيلك يا مصطفى ما شاء الله اللي معنا في الستوديو خلينا أعرف لكم بس الكؤوس ده بطولة العظماء التمانية السنة اللي فاتت وفاز بيها مصطفى الحقيقة وكان أصغر لاعب في التاريخ يفوز بهذه البطولة ولم يسكتش عندي كده بسم الله ربنا يحفظه يا ربه يحميه من كل شر فاز بيها السنة دي كمان واللاعب الأول في التاريخ اللي يفوز بي بطولتين العظماء التمانية يفوز بيهم في سنتين متتلاتين يمكن فيه لعيبة أخذتها في حياتها مرتين ولكن مش متتلين ودي بطولة الجونا الحقيقة اللي كانت يعني تعتبر بطولة عالم مصغرة وقدر من يفوز فيها وكل البطولات دي الحقيقة ساعدت ان يوصل لتالت العالم يمكن مصطفى أنت كنت هنا من حوالي كذا شهر وقلت أنا مش حاطت في الماء خلص تبتيب العالمي أن أهم حاجة عندي اللي احنا شايفينه ده أنه أنا مستوية وقد رحصت بطولات والرانكينج بعد كده هيجي الكلام ده بتحقق الأرض الواقع مصطفى الحمد لله في عيسام والله يعني مجهود كبير جدا يعني من ببايا ومامتي وكابت محمود برضو معي على طول وتيم كبير جدا وجماهير النادي أهلي الصراحة سبورت من أول يوم يعني دعم غير طبيعي في البطولات الحمد لله والله يعني السيزن ده عرفنا نطلع منه بحق وقيس قوي بس ده يعني ان شاء الله خطوة نراكز في اللجاي يعني ان شاء الله نبتات العالم حلو قوي الحمد لله بس ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله قادر لنا اختم سيزن اللي جاي ان شاء الله اللي مراهد العالم احنا يعني ان شاء الله عندنا ثقة في الجهاز كله وان شاء الله خير